تعالوا نروح معاكم بقى لمباراة الإثارة والمتع والجمال والحلاوة واللي بصراحة أنا مستنيها النهارة مباراة من أمتع المباريات قوية مثيرة ثناء مصر خالص مباراة الكونفيدرالية الإفريقية Future و Pyramids عندهم واجهة مع بعض في الجولة الثانية وزي ما قلت مبارح المنافس المغربي الجيش الملكي عنده مباراة في النفس التوقيت مع اسكو كارا التجولي وأكيد فرصة في الفوز هتكون كبيرة وهيوصل للنقطة الرابعة علشان كده كل الأمنيات للتنائي المصري إنهم ما يفرطوش في أي نقاط في اللي جاي تعالوا نروح مع بعض نشوف الحالة اللي عليها الفريقين ونشوف المباراة دي من كل جوانبها ممكن تكون عاملة زي مباراة فريق Pyramids or Future اليوم في مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية ستكون جماهير ذكرة المصرية على موعد مع قمة مصرية بصبغة أفريقية وذلك عندما يلتقي Pyramids or Future وجها لوجه ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية السنائي المصري يتواجد في المجموعة الثالثة لبطولة الكونفيدرالية إلى جانب الجيش الملكي المغربي وفريق كارا التجولي ولذان تعادل معهم في الجولة الافتتاحية حيث انتهت نتيجة مواجهة Pyramids ونظيره المغربي إثنان إثنان على ملعب الدفاع الجوي فيما تعادل فيوتشر خارج الديار واحد واحد مع مضيفه التوجولي لذا فإن الفريقين يدخلان مواجهة الليلة بطموحات الفوز الأول في المجموعة وتحقيق الفوز المصري عموما في دور المجموعات في البطولات الافريقية بعد خسارة الزمالك أمام شباب بولوزداد في دور الأبطال بالجولة الأولى قبل التعادل في لقاء المريخ السوداني أمس الأول والأهلي الذي مني بالهزيمة على يد الهلال السوداني ويقدم الثنائي بيرامدز وفيوتشر مستويات مميزة هذا الموسم حيث يتأنفسان بقوة على صدارة الدور المصري إذ يحتلان المركز الثاني والثالث على الترتيب ب37 نقطة بالتساوي مع الأهل المتصدر والذي يمتلك ثلاث مؤجلات في المسابقة المحلية ورغم امتلاك بيرامدز خبرات المواجهة الأفريقية أكثر من منافسه باعتباره يشارك للمرة الرابعة على التوالي في الكنفدرالية على عكس فيوتشر الذي يسجل ظهوره للمرة الأولى في تاريخه إلا أن فيوتشر يملك تفوقا في تاريخ المواجهات مع بيرامدز الذي لم يعرف الهزيمة أمامه مطلقا خلال أربع مباريات بالمسابقة المحلية حيث فاز في اثنان وتعادل في مثلهم وتبقى مواجهة الليلة هي الأولى من نوعها بين الفريقين في المسابقة الأفريقية كوكبة من النجوم تحمل طموحات الفريقين في البطولات الأفريقية فبينما عبدالله السعيد ورمضان صبحي من جانب بيرامدز ومحمد رضا بوبو وعمر كمال عبدالواحد من فيوتشر تدور القمة المصرية بآمال الفوز الأول في المجموعة بالكنفدرالية الأفريقية موسيقى